تساء صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية وضف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية أن القاهرة ستتولى أكتوبر المقبل مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي ليكون لها جهد بهذه النواية طيبة من أجل أمن واستقرار كل الدول الإفريقية ومن جانبه أكد الرئيس السومالي أن بلاده تعمل عمل عن كتب مع مصر على الدفع قدما بالعلاقات والروابط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية هذا وقد شهد الرئيسان مراسم توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وإنفاذ كامل للمساعدة الإنسانية إلى القطاع جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين للتشاور والتنصيق حول أبرز التطورات في المنطقة وأكد عبد العاطي على ضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية أعلنت حركة حماس أنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقرر عقدوها اليوم في قطر وأكدت الحركة أنها متمسكة بورقة الوسطى التي قدمت إليها في الثاني من يوليو معتبرة أن الذهاب لمفاوضات جديدة سيتيح للاحتلال فرض شروط جديدة وارتكاب المزيد من المجازر قالت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بن يمين تنياهو متمسك بشرطين قبل انطلاق مفاوضات اليوم بشأن توصل الاتفاق للوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأشارت هيئة البث الإسرائيلي أن الشرطين الذين يتمسك بهم ون تنياهو هم البقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة هذا وأعنات الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفدين إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات اليوم استشد شبان وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلة وسيدة إثلاق قصف طائرة مصيرة لتجمع الفلسطينيين في مخيم بلاطة شرق نبلسا كما أصيب أربعة تاشبان برصاص الاحتلال خلال مواجهة النام مع قوات الاحتلال لدى اقتحام قوات الاحتلال المخيم والمنطقة الشرقية في نبلسا أعلنت أوكرانيا أنها تعتزم إقامة منطقة عازلة في الأراضي الروسية بعد تحقيق تقدم جيد في منطقة كورسيك الروسية الحدودية وقال الرئيس الأوكراني بلادامير زيلانيسكي أن الجيش يحقق مزيدا من التقدم مشيرا إلى أسر أكثر من مائة عسكري روسي ومن جانبه أكد الجيش الروسي أنه صد هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى تحقيق تقدم أكبر في عمق منطقة كورسيك قرب خمس بلدات أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس جودري القرود حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد الدولي للمرة الثانية خلال عامين وذلك عقب تفشي الوباء من الكنغة الديمقراطية إلى دول مجاورة وقال المدير العام لمنظمة الصحة تدرس أدهانوم إنه من الواضح أن الاستجابة الدولية المنصقة ضرورية لوقف حالات التفشي هذه وإنقاذ الأرواح